وصل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق اليوم لتقديم التعازي إلى أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بوفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الانهيان رحمه الله ويرافق سموه حفظه الله سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والفريق أول روكن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل ومعالي الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري والفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني ومعالي الشيخ سلمان بن أحمد بن سلمان آل خليفة رئيس ديوان ولي العهد وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار أبو الظبي الدولي معالي الشيخ شخبوط بن انهيان بن مبارك الانهيان وزير دولة بدولة الإمارات العربية المتحدة وسعادة الشيخ خالد بن عبدالله بن علي آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة